فيروس HIV وجهاز المناع فيروس HIV من الفيروسات الخطيرة جدا وينتقل هذا الفيروس عن طريق الاتصال الجنسي أو عند استعمال الحقن الملوثة بهذا الفيروس أو عند نقل الدم من الإنسان المصاب إلى الإنسان السليم وفيروس HIV يسبب مرض الأيدز والأيدز هو مرض نقص المناعة المكتسب وكيف يصاب المرء بالأيدز؟ فيروس HIV يهاجم الخلايا التائية وكما رأينا سابقا الخلايا التائية تلعب دورا هاما في الدفاع عن الجسم ضد الماكروبات والأمراض والأجسام الغريبة فعندما يهاجمها فيروس HIV فإنه يضعف مناعة الجسم وقدرته على مقاومة الأمراض ولا يوجد علاج لهذا المرض حتى الآن إلا أن هناك أدوية تساعد على علاج الإيدز عند بعض الأشخاص وكيف نستطيع مكافحة الأمراض؟ نستطيع فعل ذلك عن طريق الاهتمام بالنظافة فعند الإصابة بجروح مثلا فيجب غسل الجرح بالماء والصابون ثم تنظيفه بمطهر ثم تغطيته بشاش أو قطن حتى لا تدخله الجراثيم وأيضا نستطيع مكافحة الأمراض عن طريق الاستحمام فالاستحمام يزيل المخلوقات الدقيقة الموجودة على الجلد والتي قد تدخل الجسم وتسبب الأمراض كما يجب علينا الاهتمام بالاختيارات الصحية مثل الرياضة والتغذية الجيدة وهناك نوع من الأمراض يسمى الأمراض المزمنة ومعنى مزمنة أي أن المصاب يعاني منها لفترات طويلة وبعض هذه الأمراض يمكن علاجها وبعضها لا يمكن علاجها ومن هذه الأمراض المزمنة الحساسية والحساسية هي تفاعل جهاز المناعة بشدة مع المواد الغريبة والمواد التي تسبب الحساسية نسميها مثيرة للتحسس منها بعض المواد الكيميائية وبعض الأطعمة مثل الحليب واللبن وحبوب اللقاح وحيانا أيضا الغبار ومن الأمراض المزمنة أيضا السكري وهو ينتج بسبب خلل في مستويات الإنسولين التي يفرزها البنكرياس ومن الأمراض المنتشرة أيضا مرض السرطان وهو مزموعة من الأمراض تنتج عن عدم السيطرة على نمو الخلايا فتتكاثر الخلايا بدون تحكم ويوجد العديد من الأسباب المسببة للسرطان فالتدخين مثلا يسبب سرطان الرئة وبعض المواد الكيميائية أيضا التعرض لها يسبب السرطان مثل الإسبستوس وبعض المعادن الثقيلة مثل الزئبق وأيضا شرب الكحول وغير ذلك من الأسباب العديدة وللوقاية من السرطان يجب الابتعاد عن مسبباته المختلفة فيكونوا بالامتناع عن التدخين والامتناع عن شرب الكحول والابتعاد عن مختلف المواد الكيميائية التي قد تسبب السرطان ترجمة نانسي قنقر